اشتركوا في القناة 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 ديال الجالية المسلمة هنا في إسبانيا في السنين المقبلة فكنت منه يعني الردع الردع إلا كان هو يعني فقط شخص يعني سخن عليه رأسه كما كنقوله وسمع الهضراء ديال الناس اللي كتخلق الكرة والكراهية بين المواطنين في إسبانيا ومشاهدة لفعل هذا يلقى العقاب دياله وإلا كانت من ضاما فتفكك لأن فعلا فعلا إحنا بغينا نعيش في سلام في الدولة هذه وما بغينا المشاكل مع تشي حد نتمنوا يعني يلقوا في أقرب وقت بطبيعة الحال ديال برا جاري البحث وكيفاش يعني البحث جاري جاري أول حاجة غضي بحثوا على النوع ديال ذاك البخاخ وغيشوفوا منين تقتنى البخاخ هذا هو الطريقة اللي غتمشي عليها الشرطة أتبع يعني المستر القانونية أنها تشوف ذاك البخاخ منين تشار وقع المحلات اللي في ذاك المنطقة هذيك اللي كتبيع ذاك البخاخات بش يشوفوا الناس اللي تقتنوا ذاك البخاخ هذك وكذلك غيستعنوا بالكاميرات اللي كينين في المنطقة واحد ناصيحة مهمة بزاك مدام ولا يعني ولو المساجد مستهدفين تلها الدرجة هذي ويتنعطي واحد ناصيحة لرؤساء المساجد هنا في إسبانيا كينوا واحد الكاميرات اللي كيتباعوا كيتباعوا في أمازون كيتباعوا في بزاك في المواقع كيتباعوا عند شين وا كيتباعوا في المهم شي تغير تلقون ما غالينش بزاك كيوصلوا ما بين 80 تلميات لأورو كيمكن لكم تحطوهم في الباب ديال المساجد كترقبوا بيوم شكون داخل وشكون خارج لأن تفش كيمشيوا الناس يسلوا يوم الجمعة مثلا وكيكونوا الناس كتار ركي يجيوا الناس اللي ما كان عرفوهم بشكونوا ومع الأقل يكون مكنترولي شكون الناس اللي دخلوا شكون الناس اللي خرجوا هذا مشي كيعني أنه راها شي حاجة خيبة بالعكس لأن شهد شي هذا هذا الأعمال هذي كتسعد الشرطة فش كيوقعوا بحل هذا الأمور هذي يكفيكم أنكم تشريوا واحد الكاميرات وكتعلقوهم وكتكتبوا صونة بيديو بخيل هذا كتكتبوها في الباب وكتعلقوهم وما غا تحتاجوا لها حاسوب لا تشي حاجة هي من الهواتف الناس ديال الجمعية ديال المساجد كل واحد يأصطاليها في التليفون دياله ويبقى يراقب كل مرة شكون دخل شكون خرج كون كان يعني واحد الكاميرا كانت في الباب ديال المساجد هذا اللي هي واحد تمن اللي هو رخيص بزاف ماشي غالي كنا غادي نعرفوش كون هذ المجريم هاذا بسرعة يعني وخح تنقولوا غا يهرس الكاميرا ركيب قل هار بداك الشيكي بقى كامل مصور عندكم في الهواتف ديالكم يعني غايت تهرس الكاميرا للمور الحادث ما غايتصورش ولا يبني اللي قبل الحادث غايتصور يعني الوجه دياله كان غادي يبان وكانوا غادي يطلعو يطلعو وكانوا يكون ديال كمامو وكانوا يكون مقطي وجهو وكانوا كما كانوا على الاقل غادي يعرفوش كال ديالو كيفاش دايرو غايعرفوش حال بالناس غايعرفو بزاف ديالامور وكانت غادي تسهل فكانت مننا رؤساء الجمعية يسمعو هات مسألة هذي ويحطوا يعني كاميرات في الباب ديال المساجد را كين مساجد اللي دايرين هاب طبيعا الحال ماشيق على المساجد ما دايرينهاش واني عشان كين مساجد اللي مداروهاش 8 ديال هاب سيت يعني 80 ديال أورو تهز من صندوق ديال المساجد وتحط يعني في الأبواب ديال المساجد باش يعرفوش كون اللي كي يتهجمع المساجد لا أقل ولا أكتر واندوزو الخبر ديالنا الثاني الإخوان وكين بزاف ديالناس اللي عارفين شنو طرع بالطبط البارح يعني ولا هاد ليلة هاد بالليل يعني مع تسعود ليل بالطبط في المنطقة ديال بارسيلونا للأسف أعمال شغب خطيرة جدا لدرجة أن مدينة بارسيلونا تعتبر يعني عاصمة ديال الشغب وديال هاد الأمور هادي حاليا تعتبر في أوروبا عاصمة ديال الشغب فتم الاعتقال ديال 14 شخص 14 شخص تم الاعتقال ديالهم منهم قاصرين يعني تصوروا جوش ديال القاصرين كانوا مبين ديال 14 شخص شنو داروا هاد الناس هادو ما خلوا مدارو قول شنو مداروش ماشي شنو دارو قول شنو مداروش ما خلوا مدارو بدأوا لموظاهرات ديالهم غادين في الشوالية ديال بارسيلونا وصلوا كما العادة حرقوا حاوية القمامة حرقوا ما عرفش علاش بالطبط حاوية القمامة والكاخيروس ديال البنكة يعني داك الاماكين اللي يتيرون من هالفلوس ديال البنكة هادو دائما كيتحرقو تحرقوه بالعافية الخطير في الامر هو انهم تجرؤوا انهم يحرقوا سيارة ديال الشرطة وفيها الله يعلم شرطي ولا شرطيين من البوليسية لوكال يعني مونيسيبال تصوروا انهم وصلت بهم القدرة تل هالدرجة هدي انهم يحرقوا سيارة ركبين في هادو جوج ديال الناس يعني من بين 14 شخص اللي تم الاعتقال ديالهم كانوا واحد الشخص يشتبه فيه هو اللي تسبب في اضرام النار على سيارة ديال الشرطة كانت منه ويلقى العقوبة لان فعلا هنا يولا للسهتار بالارواح ديال الناس هادوك ناس هما يخزموا خدمتهم ويعني ولوا تال الرئيس النقابة ديال الموصوز ديال اسكوادرا قالها قال لهم بياننا ولينا كان حسو بريوسنا الحياة ديالنا مستهدافة فكانتمنوا ان السياسيين يدخلوا فعلا كان واحد تجاوب من باقي يعني جاي سياسيين ديال اسبانيا ومن بينهم الرئيس ديال ديال اسكرا الربوبلكانا مثلا بدرو سانتز بابلو قصادو كلهم كتبو مساجات مثلا بدرو سانتز كتب بالطبط كما كتبو في الصورة اناسيبتابلس لصا 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 بارسلونة كل نوستر اموزنا لصا موسوس موسوس واجنتز دي بوليسيا ولكن خاص الحزن في هذا الامر هذا مش فقط ان السياسيين كتبو في المنصاص ديال ديال المواقع التواصل الاجتماعي انهم كيدينو هاد الافعال هدي وانهم كيدينوها بهالطريقة هدي ولكن خاص الفعل خاص يحدو من هاد شي هذا لانه التخريب هذا ما كيدين حتى لشي مكان واندوزو الخبر ديال الثالث الاخوان هنا غاد نهضروا على المنطقة ديال البالياريس فعلا اللي جيب مدة يعني ازيد من اسبوع وهي في تحسون ملحوط وفي اخر يعني معطيات اللي قد طيح على مئة شخص في المستشفى يعاني من مرض يعني من الوباء الجديد فأول مرة قد سجل 98 شخص يعني في المستشفى ديال بالياريس بصفة عامة ديال مينوركا مايوركا و إيبيسا لحد الآن من هدي 6 شهور يعني كنا ندروع على اواخر شهر غوش ما نزلتش لهذا العدد هذا بالنسبة الأرقام كين أولهم هي مايوركا مايوركا هي لسجلت أكبر عدد 54 شخص يعني في البلانتا و 37 في الوحدات العناية المركزة كذلك كتجي مورها إيبيسا كتجي مورها إيبيسا سجلت 11 الحالة يعني في وحدات العناية المركزة و 42 حالة في 42 حالة في البلانتا 11 حالة في وحدات العناية المركزة أما المدينة اللي ما سجلتش بزاف كان أعتقدر هذه إيبيسا إيبيسا يليس جلت هذه سجلت 11 الحالة في وحدات العناية المركزة و 42 يعني في الطبقة في البلانتا واللي ما سجلتش بزاف نهائيا هي منوركا منوركا اللي عندها اربعة ديال انجريسادوس جوج منهم في وحدات عناية المركزة وجوج في البلانتا منوركا مفيهاش الحاليس بزاف فيها غير 4 جوج في البرانتا وجوج في وحدات العناية المركزة. هدوما اخير الاخبار دينا اليوم الاخوان سمنا يكونو انقومكم أنتما في اخر وعلاخير وفي احسن الاحوال. شوفكم انشاء الله في فيديو اخر وموضي اخر تكون في احسن الاحوال. دمتم في رعاية الله السلام عليكم.